تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المساء الرياضة تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتنسى الرياضة لاستكمال التحضيرات في أفق خوض لقائي الذهاب الجمعة القادمة بملعب الشهداء بكنشاسا بداية من الرابع عصرا بتوقيت المغربي للإشارة فبعثة المنتخب المغربي ستعود مباشرة إلى المغرب بعد لقاء الذهاب لبدء الإعداد لمباراة الإياب التي ستجرى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بداية من السابع والنصف ليلا برم مركب محمدنا الخامس بالدار البيضاء مع أخبار المنتخبة المغاربية دائما منتخب تونس هذه المرة حيث سيفتقد منتخب نصور قرطاج لخدمات لعبيه وهب خزر وديلان براون في المباراة ضد نظره المالي دهابا وإيابا ضمن الدور الفاصل والأخير من تصفية كأس العالم قطر 22 و2000 ويأتي غياب اللاعبين بسبب تعرضهما للإصابة في عقاب الفحوصات التي خضع لها معا ويوجه المنتخب التونسي منتخب مالي في باماكو الجمعة القادمة قبل أن يستقبله على ملعب حماد العقر بضواحي العاصمة التونسية يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس نعود إلى المغرب للحديث عن مسابقة كأس العرش حيث تأهل فريق اتحات ورقا إلى ربع نهائي الموسم الرياضي 2020-2021 عقب فوزه اليوم في دور الثمن على مضيفه شباب أطلس خنفرا بهدفين لواحد بذلك ضرب فريق اتحات ورقا موعدا في دور الربع مع فريق الفتح الرباطي الذي كان حجز تذكرة العبور إلى دور الربع في عقاب فوزه أمس على حسنية أجدير بثلاثة أهداف لواحد كرة القدم دائما دوليا اللحظة بداية بأخبار منتخبات أمريكا الجنوبية حيث عن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم غياب نجمه لاوتارو مارتيناز مهاجم انترميلانا الإيطالي عن مباريات منتخب بلاده في تصفية أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 22-2000 جراء إصابته بفيروس كورونا جدير بالذكر أن منتخب التانغو سيخوض آخر مبارتين في مرحلة التصفيات التي ضمن فيها التأهل رسميا لمونديال قطر حيث سيوجه فينزويلا ثم يحل ضيفا على الإكوادور ويوجه الأوتارو خطر الغياب عن مباراة القمة أمام يوفانتوس المقرر لها الثالث من أبريل القادم بملعب أليانز ستاديوم بيتورينو في حال استمر فيروس كورونا في ملازمته مع أخبار اللاعب دائما قصة الأرجنتيني باولو ديبالو مع فريقه يوفانتوس قد تصل نهايتها مع متم الموسم الحالي المفاوضات بين إدارة اليوفي وديبالا حول مسألة تجديد التعاقد لم تصل لاتفاق بين الطرفين وبات مطلوبا من اللاعب البحث عن فريق جديد عقب نهاية عقده في متم يونيو القادم تقارير صحفية إيطالية كتلك التي نقلتها قناة سكايت سبورت الإيطالية أكدت ذلك موضحة أن مقام اللاعب الأرجنتيني في مدينة تورينو رفقة اليوفي سيصل نهايته بنهاية الموسم الجري عندما تم عقده مع البيانكونيري وكان اليوفي اتفق مع ديبالا على عقد بقيمة 11 مليون أورو في نهاية العام 21 و2000 لكن إدارة البيانكونيري سحبت العرض في آخر لحظة قبل عملية التوقيع مقدمة عرضا جديدا يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز لكنه بدأ أنه لا يستجيب لتطلعات اللاعب أعلن نادي أنترويب البلجيكي تعيين لعب المنتخب الهولندي السابق مارك أوفرمارس مديرا للكرة بالنادي وذلك بعد 6 أسابيع من رحيله عن العمل بنادي آيكس أمستردام الهولندي وكان أوفرمارس قد رحل عن منصب مدير الكرة في آيكس أوائل فبراير الماضي بعد أن تبين أنه وجه رسائل تحمل تجاوزات إلى موظفات بالنادي بحسب ما ذكرته إدارة النادي المستقرة بأمستردام نختم بالحديث عن كرة المدرب حيث عاد السربي نوفاك ديوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي أسبوعين فقط بعد فقدانها جوكوه من دون أن يلعب في إنديان ويلز للألف نقطة في كاليفورنيا الأمريكية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا استعاد المركز الأول مستفيدا من خروجها الروسية دانيال ميدفديف من الدور الثالث في بطولة إنديان ويلز البطولة التي توجب لقبها الأمريكي طايلور فريدز عقب تجاوزه في النهائي للإسباني رافايل نادال نتيجة للإشارة مكنت فريز من دخول نادي العشرة الأوائل في تصنيف السيدات تقدمت البولندية إيغا جودنيك مركزين محتلة للوصفة بعد تتويجها في دورة إنديان ويلز محققة بذلك أفضل نتيجة في مسيرتها فيما باتت وصفتها في كاليفورنيا اليونانية ماريا ساكاري ثالثة تقدمت بثلاثة مراكز بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية مساء الرياضة أشكركم على